أعلن مكتب التدسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد في مصر اليوم عن استقباله لألف وثلاثمائة وخمسين طالبا وطالبة لأداء اختبارات القدرات اللازمة للاتحاق بالكليات التي تشترط هذا الاختبار كشرط للقبول في العام الجامعي الجديد وأوضح المكتب أنه يستمر في استقبال رغبات طلاب السنوية العامة المصرية لإجراء الاختبارات حتى مساء يوم الخميس الثامن من أغسطس المقبل وسيكون الموقع الرسمي للتنسيق متاحا طوال اليوم لتلقي طلبات تشمل الكليات المعنية بالاختبارات كليات الفنون التطبيقية وكليات التربية الرياضية والفنون الجميلة حيث يعد اكتياز الاختبار شرطا للالتحاق بها